متابعين الأعزاء حفنو الكريم انطلق قبل قليل شوطين الثالث بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية بعدما تابعنا واستمتعنا معكم بالأشواط الأولى الرئيسية التي حضرت معها المنافسة والندية والتحديات الكبيرة بعدما تابعنا مرموقة بعدما تابعنا مرفوقة في أول الأشواط بشعار محمد بن حزان بن راشد بن مقارح من فاز معنا في أول أشواط البكار وكذلك شاهدنا شعار بن مسعود من حضر مع الفارس في أول أشواط الجذاع القعدان في الشوط الأول الرئيسي نهني مالك الفارس ومتابع مسعود بن جابر بن مسعود المري من قدم لنا الانطلاق والفارق الكبير لنتابع معكم مسيرة ثالث الأشواط لنتابع ماذا تخفي لنا الشعارات من تحديات ومن انطلاقات كبيرة ومثيرة بها أيضا هذه الفترة الصباحية مع انطلاقة ميدان الفصير وأشواط لنبدأ مع أول المراكز لنستطلع المقدمة مع انطلاق التحذير عبدالعزيز بن جاسم بالربيعة بن عيسى الكواري يقدم لنا شعار على أول المراكز المركز الثاني التواجد من وصول حسين بن محمد بن جابر العاط المري على الثاني التحديات ننتقل للمركز الثالث لنتابع جبارة سعود بن ناصر بنكليفيخ الاعتبي لكن أمور المركز الثالث تقيرت مع مشهورة عبدالله بن شبيب الرمزان النعيم يتواجد شعار ليحضر مع انطلاقة مشهورة الباحثة عن الصورة الجميلة والشهرة بانطلاقتها المركز الرابع أتابع دوشة من تسللت أيضا المركز الثالث تعود مكاني ناصر بن عبدالله بن عيسى السند المسيفري حاضر بشعار المسيفري ليسافر إلى بر الأمان وإلى ناموس هذا الشوطي المركز الرابع مشهورة لعبدالله بن شبيب بن محمد الرمزان النعيمي مع رابع التحديات ومع رابع المراكز المركز الخامس نتابع العزرة والسعد بن سالب بالهول النعيمي يحضر شعار بهذه الانطلاقة لكن ينخطف المركز الخامس من قبل مشاهدين الكرام تقدم نوف وجار الله بن راشد بن فهيد الفهيد المري هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواتدة في مصيرة هذا الشوط لكن نعود لنتابع مقدمة هذا الشوط لنشاهد تحذير على المركز الأول تحذير على المقدمة تحذير تحذر الأسماء المشاركة بتواتدها بانطلاقة وقيادة هذا الشوط عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يقدم لنا شعاره مع انطلاقة أول المراكز المركز الثاني نتابع على ثاني المراكز غدوم الشعار الشطرنجي وحضوره بانطلاقة وتحدياته يقدم لنا نوف هذا الاسم اللي من ثلاث حروف ينطلق مع تواجد نوف على المركز الثاني جار الله بن راشد بن فهيد آل فهيد المري يتواجد شعاره مع انطلاقة نوف على المركز الثاني المركز الثالث التقدم من مشهورة مشهورة اللي انتابعها على الصورة منطلقة وباحثة عن تسجيل نقطة صباحية بشعار عبدالله بن شبيب بن محمد الرمزان النعيمي تنطلق على المرتبة الثالثة لتشكل الثلاث الجميل ومثلث الناموس الذي يضم بأغطاب الثلاثة الشعارات الكبيرة وصلت وصول على المركز الرابع ووصول الشعار العاض أحسي بن محمد بن جابر العاضي المري على الرابع التحديات ليتابع هذا الشعار مسيرته بالانجازات المركز الخامس التي تسللت على المركز الرابع نتابع ذخيرة ذخيرة المثيرة بانطلاقاتها وتحدياتها تحضر بشعار راشد بن حمد بن راشد بن حمد الكعبي يتقدم شعار الكعبي على المركز الرابع المركز الخامس التواجد المشاهدين الكرام من فتنة يصل شعار بن سلعان فهد بن راشد بن علي السلعان المر مقدما لنا شعارة هذه خطيرة فتنة من الأسماء المرشحة بمجريات وتحديات الكبار وسن الإجذاء أعود إلى مقدمة هذا الشعود لنتابع الأسماء الثلاثة الأولى والمركز الأول أول المراكز أول المنطلقات نوف نوف على المركز الأول جار الله بالراشد في الفيد الفيد المري مقدما لنا شعارة مع المركز الأول ومع الصدارة وعلى مقدمة هذا الشعود المركز الثاني نتابع المرتبة الثانية ومع ثاني التحديات المراكبة والمتابعة من قبل تحذير تعود الملكية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري المركز الثالث غدوم مشهورة عبد الله بن شبيب بن محمد الرمزان النعيم على الثالث التحديات المركز الرابع وتابع وصول فتنة فتنة وصلت بهذه الحظات بدأت تقترب من الثلاثة الجميلة لتشكل رباعية جميلة وفهد بن راشد بن علي بن سلعان المري قادم بشعاره المركز الخامس تصل النقد لأول ندى محمد بن سعيد بن حليس الزرع مقدما لنا نقد من بدأت تتواجد بالانطلاق مع المركز الخامس تسللت إلى المركز الثالث المركز الرابع القدوم المساكة السعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعب يقادم مقدما لنمساك مع المركز الرابع لتتواجد فتنة على المركز الخامس فهد بن راشد بن علي سلعان المري ونعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة الله يا بن فهيدة مقدما لنا شعاره بانطلاقة الفهود والسود يتواجد هذا الشعار باندفاعته على ظهر نوف نوف على 1500 متر تحضر ويحضر شعارها تعود الملكية لجار الله بن راشد بن فهيد هالفهيد المري المركز الثاني تواجد نقد على المركز الثاني يا هل ترى أين يتواجد موقعها بعد هذا الشعود في المركز الأول أم في المركز الثاني بمسيرته على المرتبة الثانية تحمل لنا شعار محمد بن سعيد بن حليس الزرعي غادم بتحدياته المركز الثالث التواجد من مشهورة عبد الله بن شبيب بن محمد الرمزان النعيم المركز الرابع التقدم مشاهدين الكرام من فتنة فهد بن راشد بن علي بن سلعان المري والمركز الخامس وصل اللود وصل العيدة مقام 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 تقدمت في هذه اللحظات تعود الملكية لسالب بن عبد الله بن سعيد العيدة مع خامس التحديات لكن بدأ الانطلاق بدأ الاندفاع التسعمية متر النهائية الله نوف 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 اللي على المركز الأول هذه نوف تتواجد على الغيادة على الريادة جار الله بن راشد من فهيد آل فهيد المري لكن الواصلة نقد نقد على المركز الثاني غادمة نقد بانطلاقتها متواجدة مع شعر بن حليس محمد بن سعيد بن حليس الزرعي آمال ابناء السلطنة غادمة مع المركز الثاني النقد بدأت تتقدم بهذه الحظات لكن نوف نوف صامدة صامدة بالمقدمة نوف نقد نقد نوف الله يا المنافسة تحدياتي في طاحلة المضمرين بنفهيدة بنحليس بنحليس بنفهيدة نوف نقد الله الناموس لمن لمن من الأسماء نوف على المركز الأول نوف تقترب من بر الأمان تقترب من ناموس شعور بانطلاقة شعار جار الله براشد بنفهيد آل فهيدة المري من يطفر بهذا الشوت بانطلاقة نوف والكيف مع نوف الناموس مع نوف التتويج مع نوف ومع شعار بنفهيدة الشعار الشطرنجي من بدأ يلعب بأحصاب المضمرين وينتزع ناموس هذا الشوت الثاني والتبريكات لجار الله براشد بنفهيد آل فهيدة المري مع ناموس هذا الشوت ومع انطلاقة هذا الشعار المركز الثاني وصلت نجد لمحمد بن سعيد بن حليس الزرع المركز الثالث كان الوصول من قبل عزرة لسعد بن سالم بن حمد بالهول النعيمي من وصل الشعار على المركز الثالث